أبرز هذه الصفات داور في بالي فترة التأسيس وتوحيد المملكة شهدنا أبرز النقاط وهي توطين البادية و كيف أن هذه البواد المنتشرة على هذه البقعة الجغرافية المتسعة كيف بصفات الملك عبد العزيز نجح في توطين البادية و تأسيس أسلوب حياة جديد لسكان هذه المنطقة اسمح الأول شيء هذا أنا كتاب عندي شغال عليه من سنة ما شاء الله عن الملك عبد العزيز و الحرامين خلال مئة عام الآن تملى مئة عام منذ عهد الدولة العباسية إلى عهد الملك عبد العزيز من السلب و النهب و القتل للحجاج عن طريق قطاعين الطرق كيف استطاع الملك عبد العزيز أن يوطن هذه المشكلة أو كيف يعني يروض هذه المشكلة استطاع بفكر الثاقب أول شيء في توطين البادية فبدأ هي مشروعة كان في نجذ توطين البادية لكن في الحجاز أتت بتأخرة ففي صحيفة في جريد ثم القرى جاب جميع القبائل التي تستوطن الحرامين بلي و حارب و سليم أخذ عليهم مواثيق ما تتعرضون للحاج ثم منحفر آبار و قال أنتم تبقون إبل هذا الآبار عندكم تسكنون وأرسل لهم معلمين يعلمونهم حرمة المسلم والدين والتفقه فلذلك جميع المستشرقين وجميع مفكرين للعرب يقولون أكبر مشروع للملك عبد العزيز هو توطين البادية توطين البادية مشروع لم يعرف لها التاريخ أبدا البادية يعني منذ نشأة تاريخهم رحل لا يستقرون في مكان لكن الملك عبد العزيز استطاع أن يضع لهم أماكن ثم يضع لهم مخصصات حتى المخصصات كانت أكثر من الحاضرة و كان يطلبون يعني بعض الناس يقول لماذا أهل البادية أكثر مخصات لنا قال أهل البادية ما كان عندهم رزق يعني يعيشون منه إلا السلب والغزاء فأنا خطعت هذا المولد لا تسما أجيب بديل فأعطيهم هذه المخصات و ثاني شيء عندي نقطة ثانية إذا طلبتهم للمغزاء جاءوا كلهم بين البلدات الحاضرة يجون عشر ركايب أفراد هذول لا يجون كامل و يفدون روحهم أخوان من طاع الله فلذلك كان يموطنهم و كان هو السيف الضارب لهم فلذلك الآن أنا أعطيك حتى أنهم على جهلهم يتحملهم يعني تخيل أنه إنسان في الأرطاوية عند شيخ مطير في صلدويش مصلي في الجامع و لابس عقال اجل الدو جلد ليش تلبس عقال فلما بلغ إلى البلك عبد العزيز استاء فكان العلامة الشيخ محمد بن عبد اللطيف قال يا طوي العمر خلني أنا أسوي الموضوع قال أنا برح للأرطاوية و رح و خطب الجمعة و لابس العقال يوم صلى و رح الأمير فيصل الدوي الشيخ مطير قال له تعال العقال هذا من وش مصنوع ما هو من صوف أو شعر العز لكن العمامة عمامتك أنت يا فيصل هذا من وين هي مصنوعة ترى ها مستوردة وش الفرق أن هذا تصير حلال و هذا تصير حرام فشف كيف الإقناع البادية بسطة بس يبغون من يحلم عليهم فلذلك استطاع الملك عبد العزيز أن يروضهم و يستفيد منهم لذلك نجني الآن الثمرات من توطين البادية فتجد الآن المهندس و الطبيب و الطيار في جميع المجالات من جميع القبال أضف إلى ذلك قبل الملك عبد العزيز مستحيل في مجلس تلقى هذا عتيبي أو هذا بطيري أو هذا قحطاني من العداء اللي بينهم الآن أصبحوا تساوجون و صاروا أخوار متحابين الآن أكبر من هذه اللي هو اليوم الوطني هل الانتماء القبلي أو الانتماء الوطني حنا لا نقول الملك عبد العزيز بعد محط البادية و سكنهم قضى على الانتماء القبلي و صاروا أخوان من طاع الله و رسخ الانتماء للوطن للوطن و من هذا أستاذ إبراهيم إذا سمحت لي